السلام عليكم ان شاء الله هذا الفيديو خاص جدا وهم جدا للمبتدئين في الرسم يعني لو حضرتك مبتدئ في الرسم او حضرتك مبتدئة في الرسم يبقى تحضر معنا وتحضر معنا هذا الفيديو للنهائي اللي اننا هنتكلم فيه في تفاصيل كتيرة جدا واسرار في رسم المناظر الطبيعية على لوحات كماش في مساحات صغيرة بفرش مقصات صغيرة هنتكلم فيه تفاصيل كتيرة جدا وانشرح مع بعض طريقة رسم منظر طبيعي رائع ده مبنى قديم من خلال هذا المبنى القديم بنتعلم ازاي نوزع الضوء والضل بشكل جيد وبيسلوب بسيط جدا هنرسم البحيرة ايضا وهنرسم الاشجار ده التخطيص زي ما حضرتكوا شايفين وبنجيب على طول فرشة مناسبة لرسم السحاب والسماء بهذا الشكل طبعا الفرشة اللي معانا فرشة مقشوطة او مدورة واخد بالحضرتك انت اكبر فرشة في الطاقم يعني رقم 12 بنجيب حبة ازرق على اللون الابيض وبنضيف عليها بعد كده سنة احمر الان اعلمك ازاي ترسم السماء بطريقة رائعة وسهلة جدا شوف يا سيدي احنا بنوزع الظلال ازاي شوف يا استاذة فنانة بتوزعي الظلال ازاي والاضواء ازاي والسماء بتكتمل تدريجيا مع حضرتك بشكل سهل وبسيط اللون الابيض بنضيف عليه سنة ازرق وبعد كده نبدأ نزود الاحمر تدريجيا عشان يجيب لنا درجات الموف الغامق اللي هي بنشوفها في السماء بهذا الشكل عند خط القفق بنوز بنضيف سنة ابيض وبنبدأ نخلط ونطلع بالفوق كله ده بنفس الفرشة الفرشة دي فرشة زي ما قلتلك مدورة وشعرها ناعم وهي اكبر فرشة في طاقم الفرش ولو حضرتك حابب تتعلم او تشوف انواع الفرش ومأساتها اطلق في التعليقات وانا ابعت لك فيديو بيشرح ليك انواع الفرش واستخداماتها ومأساتها هنسير السماء لحظة واحدة وهنرجح تاني لكن السماء بهذا الشكل تقدر تسيبها رائعة جدا ولكن احنا هنطرقها حتى تجف وفي الاسناء دي هنخلط وهنحضر لون الاشجار بالشكل حالتك شايفو ده اللون الزيتي ده اللون الزيتي ده بنفرش من خلاله المساحات الزرقاء كلها طبعا الالوان الالوان اكريليك مصنعة في المنزل معانا اللون الازرق والاحمر والاصفر والابيض من الاربع الوان دول بنجيب كل درجات الالوان اللي احنا محتاجينها في اللوحة بتاعتنا بنشغل بكل بساطة وبسهولة بتدق بشكل مبدئي الاشجار بهذا الشكل وبرضو بنفس الفرشة اللي احنا اشغلنا بها السماء والسحاب فرشة مقشوطة كده مدورة من اعلى وشعرها نعم وجميل بتفرش في مساحات الخضراء ومساحات اليابس ايضا وبنخلط وبندمج كله مع بعض بهذا الشكل وبنروح على المبنى ايضا هنديله اللون المبدئي بتاعه دي اشجار بعيدة جدا اهيه عن نهاية البحيرة وفيه مبنى قديم ايضا لدورة الرياح هناك عند نهاية البحيرة بلون الاحمر مع الاصفر وبيديني لون برتقال كده وببدأ الوان بشكل مبدئي طبعا اذا كانت سرعة الفيديو الان يعني متوسطة لكن ان شاء الله فيه الاماكن اللي هي محتاجة تركيز وضقة ومحتاج الناس تستوعبها اكتر بنكون مبطئين الفيديو والفيديو بيكون بسرعته العادية علشان الاستفادة تعمل بنلون كل العناصر اللي عندنا بشكل مبدئي هكذا وهنمشي في طريقة تلوين وتوزيع الضوء والضل طريقة التلوين وتوزيع الضوء والضل في العناصر دي واحدة واحدة ما تستعجلوش هنتكلم في كل شيء بالتفصيل ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه الرحمة للعالمين وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر واشتراك في القناة ولحضرتك اول مرة زرنا في القناة سعيد نشتراك حضرتك في القناة وتفعلك لزر الجرس حتى يصبح كل جديد بنتعب كتير عشان نقدم لحضراتكم محتوى يليك بحضراتكم والناس يستفيد منه فحضراتكم ايضا اتعبوا نفسكم لحظة الان وانزل ضع لايك اسفل الفيديو علشان الفيديو ينتشر وياخد حقه في الانتشار والاستفادة تعم من خلال حضرتك الوان مبدئية زي ما قلتلك بنملأ المبنى وزي ما فراشنا المساعات الخضراء برضو المباني اللي موجودة عندنا بنملأها بهذا اللون المبدئي ما هنديش ملامح خالص ولا تفاصيل الا في وقتها بالشكل حالتك شايفوا ده طبعا لما باجي الشغل في مبنى صغير او كده جبت فرشة قلم اصغر من مناسبة يعني حجمها صغير علشان اقدر املأ بيها تعالى كده ندي بعض البنيات هنا هبدأ ادي ملامح خفيفة كده في المبنى شوف الفرشة كان عليها سن البرتقالي بدأت اضيفه ازاي اوه وبعمل دمجة كده لاحظ الازرق راح على الاحمر اهو علشان يديني درجة غمئة كده اعمل بها الظلال اوه بدأت اعمل بها الظلال اسفل السقف دي فرشة اوه رقم اوه اربعة في طقم الفرش اللي احنا شغالين به وهنا بنحدد اماكن الظل لان الضوء جاي هنا من جهة اليمين ففيه ظل كده جهة يسار المبنى على المبنى اللي في الخلف اللي هو المبنى الكبير يبقى بنركز ان احنا بنوزع الضوء بنكله من جهة ايه اليمين وبننظف الفرشة بتاعتنا اللي بدأنا بيها في رسم السماء وبناخد اللوم الابيض كده وبنرجع بقى لسماء علشان ننورها شوية ونديها الاضاءات بتاعتها المنازمة لاحظ كده خط الابيض شوف بفقه ازاي بتضوف عليه سنة مية وفقه جامد كده في البنتة خارج اللوحة واروح به اوزع الضوء بتاعي في السماء كلها لاحظ شوف دي مرحلة مهمة جدا في انك انت تظهر تكتلات السحاب بشكل رائع يعني تقدر كنت زي ما قلت لك تسيب السماء على وضعها الاول هي جميلة ورائعة ولكن هنا من الافضل لان احنا هلشغل بألوان غامقة كتير فمن الافضل ان احنا ننور السماء شوية بالشكل ده شوف حضرتك حركة الفرشة بتاخد اللون الابيض وتفرشه كده وتدمجه مع كتل السحاب بهذه الطريقة الرائعة السهلة الجميلة بنفس الفرشة بناخد سنة ازرق خفيفة وبنزل على البحيرة نملأ البحيرة ايضا هكذا هل السماء بالشكل ده انتهت لا في مرحلة اخيرة ان شاء الله هنرجع لها بان احنا هنركز على بؤر كده تكون بؤر ضوئية او اماكن في السحاب مشبعة بدوق قوي جدا من ضوق الشمس وده اللي احنا هنظهره باذن الله تعالى بنختار قتلة الاشجار دي وبنظهر بعض الاجزاء من السماء زي ما حراركو شايفين بطريقة سهلة جدا ابيض مع نفس اللون السماء كده بحيث ان هيظهر بعض الاجزاء من السماء من خلال خلف هزي الاشجار باذن الله او خلف هزي الشجرة الضخمة المرتفعة ان شاء الله بفرشة متوسطة الحجم مسطحة ببدأ اجيب اللون الزيتي اللي هو درجة الغمة اوي في الاخضر ده علشان ارسم بها تكتلات الحشائش او الاشجار مرة اخرى اظهرها مرة اخرى لاحظ كده بدأ تدخل سنة احمر بسيطة او برتقالي مع الاوراق الشجر اهو كل ما بتروح على الحواف كده او نهايات الاشجار بتبدأ تدي ايه يدوبك كده بسن الفرشة تديك اوراق شجر صغيرة جدا طبعا الاشجار دي كده الشجر الضخمة اللي ورا المبنى دي تعتبر برضو ايه على مسافة فلازم مسافة كبيرة فلازم تظهر بحجمها المناسب هكذا يعني لاحظ شوف النهايات انا عايزك تركز وانا برسم الشجرة النهايات الشجرة وتوزيعك للضوء ما بتحاولش تظهر ملامح كل ورقة شجر لانك انت اصلا الشجرة في المكان ده مش ممكن تشوف ملامح الاوراق الشجر بتاعتها لانها كسيفة جدا وبعيدة بنبدأ نحط اغصان كده بعض العروق للشجرة وهدخل عليها بفرشة اخرى احط اوراق الشجر لان الشجرة دي طبعا شجرة ضخمة بعيدة موجودة على اليسار اهي بنحاول كده ان احنا ايه نحط لها الجزء بتاعتها الاول وبعد كده ندق الاوراق الشجر بتاعتها بكل سهول طبعا السماء زي ما قلتلك لسه فيها مرحلة المباني القديمة لحالتك شايفها ودورت الرياح اللي هتكون هناك عند نهاية البحيرة لسه هتتاخد الملامح بتاعتها لكن اقدر اقولك اللون الزيتي ده احنا جبناه ازاي جبناه من لون ازرق مع احمر ويكون الاحمر اقل من الازرق ويبتضيف عليك مية اصفر مناسبة بيبدأ يديك هذه الدرجة درجة اللون اللي هو الزيتي اللي بتقدر تشغل به الاشجار بكل ارتياحية علشان يديك الضل والعتمة اللي داخل هذي كتل الاشجار يعني بنبدأ ننور الاشجار كده بحيث ان الضوء جاي من جات اليمين زي ما حياتك شايف بتبدأ تظهر لك تكتلات الاشجار واجزاء من السماء بيكون زهرة اهي خلف الشجرة وده بيديك واقعية اكتر في رسم الاشجار يعني لاحظ بزود اضاءات كده من خلال اللون الاصفر الكناري اللون الاصفر الليموني ده هكذا باخد حبة برتقالي واروح على السقف وازهره بهذا الشكل ودي فرشة مسطحة رقم 3 صغيرة جدا اهي زي ما حياتك شايف شوف ايه اللي بيحدد لك التقوص وايه اللي بيحدد لك الدوران اتجاه الفرشة وحركة ايدك لاحظ حركة الفرشة جيدة شوف هنا انا خدت سنة ازرق بسيطة وسبت الفرشة ده جبت فرشة اخرى في حجمها برضو نفس الحجم لكن فرشة اخرى بعمل بها دمج علشان الجامب الشمال ده كله بيكون اه يعني مشبع بالظل عليه الظل اه شوف الفرشتين بشغل بهم مع بعض اه فرشة تالتة بحط بها نقط ابيض كده بسيطة وايه اجيب فرشة ادمج بها يبقى فرشتين شغلين فرشة لدمج الظل وفرشة لدمج الضل وفرشة لدمج الضل هكذا شوف لاحظ بالشكل ده تقدر توزع الضل وضل بكل سهولة لاحظة بحط اللون بفرشة وبدمج بالفرشة الثانية بحيث انك انت يحصل تدرك في توزيع الضوء على هذا المبنى بيكون كسيف جدا وظاهر من جهة اليسار وبياقل تدريجيا من كل ما بتروح من جهة اليمين طبعا بيكون كسيف وظاهر وبياقل تدريجيا جهة اليسار شوف بزود الابيض واخد فرشة اخرى واعمل دمج بين الضل والضل ده بيظهر لك السقف بشكل رائع يعني دي الطريقة وانا بقول لك هاليها ولازم انت تجربها بنفسك علشان تتقنها وهتلاقي حضرتك بتوزع الضوء وصدل بطريقة سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش اي تعقيدات خالصوه بنعدل كده بالراحة خالص عايز تزود سنة أصفر بالزود سنة الضل الأصفر هنا بيمثل طبعا الحرارة بتاعته الضوء الابيض اهو لساعات الابيض الشديدة دي ايه السقف يظهر اكتر امتى لما نزود الضل اسفل السقف لاحظ شوف بتعمل دمج كده بين اللونين المبنى مبنى قديم الوانه جميلة جدا ورائعة لاحظ هنا بقى هنا الطوق نفسه او الدوران بتاع السقف للخارج فواخد سنة اضاءة زي ما حادتك شايف كده اهو بنزود له الضوء بتاعه اهو خدت حبة ازرق وبروح اسفل السقف وبزور عليها السنة تحمل عشان تقفل معايا وتديني اللون الاسود اهو واجيب الظل اسفل السقف بهذا الشكل لاحظ بقى الدمج وانا نازل شوف وانا نازل بعمل دمج ازاي بدأ يظهر لحضرتك السقف هو بارز وسري دي وملفوف شكل مخروطي جميل وبننزل بالظل بتاعنا واحنا نازلين كده الظل بيبدأ يختفي معاك تدرجيا ليه ببدأ اجيب الابيض هنا شوف لاحظ بزود الابيض هنا سنة اصفر معا الابيض لاحظ شوف انت كده بطريقة عكسية بتظهر الظل اللي اسفل وانت بتضيف الدوق كده الظل بيظهر معاك بشكل غير مباشر اهو لاحظ بنجيب ابيض هنا بقى ببدأ احدد اطار اخر دوران اخر او مرحلة اخرى في المبنى بارزة ومن خلال اللون الابيض شوف بدأت افتح المبنى اكتر اهو بدأت اضيف على الشمال كده في منطقة الظل بدأت اضيف لون برتقالي واروح اظهر الضوء الواقع اسفل السقف بشكل يكون فيه دمجة اكتر شوف لاحظ تابع دايما الفرشة احيانا الفرشة بتبقى اكسر بلاغة واكسر وضوحا من الشرح شوف انا عايز اوصل لايه لشان يظهر معاك المبنى مضيق وفيه الدوران بتاعه ظاهر بشكل واقعي اهو لاحظ كده الفرشة بتجيب ابيض زودت ابيض اهو جهة اليمين وباخد منه ورع على على اليسار تدريجيا بالشكل داي يبدأ يظهر معاك المبنى اه الدوران بتاعه يظهر اكتر لاحظ كده شوف سنة الدور اللي بديها فوق دي وباجي بها ايه بميول كده خفيف ده بيظهر لك الظل اللي فوق الظل اللي هو اسفل السقف بيظهر معاك بشكل تدريجي اهو سنة ازرع مع ابيض مع سنة احمر بديك لون موف كده جميل وبنون المبنى اللي في الامام لاحظ افلته شوية علشان اجيب الظل اسفل السقف وفي هنا جزء دوران في دوران بارز هيظهر معاك دلوقت حالا وده زي صور صور ملحق بالمبنى ده لون اهو بوزع الظلال كده علشان بعد كده ابدأ اوزع اضاءات شايف حركة الفرشة وحالة الدمج اللي انت بتعملها اهو ده هنا كده اسفل الجزء البارز اللي هو بلكونة زي البلكونة دوران كده مزلت بدي تأثيرات ضوء او ده الجزء البارز او البلكونة البلكونة اللي موجود في المبنى شوف شوف ازاي هيظهر معاك بدوران ازود الضوء من جهة اليمين وادوس على فرشته كده اجيب ظل في جهة اليسار ازرق واحمر يديني لون اسود درجة الظل كده اسفل الجزء المستدير اهو كل هدفي هنا ان انا بوضح لحضرتك ازاي توزع الضوء والظل عشان المبنى يظهر بشكل جميل في اللوحة باب وشباك بكل سهولة باكر على الظل خط ابيض شوف بقى هنا وانت بتدو الضوء الظل هيظهر معاك ظل المبنى اللي في اللي على يمين هيظهر على المبنى الكبير لاحظ زودت الضوء فين المبنى اللي على اليمين ده اللي هو غير مرتفع ده ده ليه ظل هيجي الظل بتاعه فين على المبنى الكبير اهو لاحظ انا بزود الضوء عشان اظهر الاماكن الاكثر اضاءة ويبدأ يظهر معاك المكان انه المبنى انه مبنى حجري او مبنى جيري اهو ابقى كده اتفقنا مع بعض ان احنا بنزود الضوء بشكل تدريجي مرحلة مرحلة اللي هيظهر الموضوع ده اكتر ويخليه شكله جميل جدا ورائع هو انك تضع الظل الظل فين اللي انا بحطه دلوقت شوف من نفس اللون اللي هو مسفر ده بدأت احط الظل وابدأ ازود الظل واحدة واحدة ده اول مرحلة في الظل الظل ده ظل مين يا جماعة ظل المبنى اللي هو في المقدمة المبنى اللي هو الامامي على المبنى الخلفي بدأت اجيب درجة غامل ايه شوف اسود شديدة قوي خلفه قوي مباشرة وابدأ اخذ منها واروح اوزح في الظل اقفل الظل سنة سنة تدريجيا اوه لاحظ دي اهم حتة في اللوحة كلها شوف الظل شكله اصبح واقعي ازاي لا ده انا هزهره اكتر انا عايز ازود الظل جنب المبنى على طول على يصار المبنى ده على طول ازود الظل على يصار المبنى ده مباشرة شوف درجة اسود قوية وفرشة قلم رفيعة وهبدأ اخذ من الغامق ده واروح خفيف على خفيف في عمق الظل اللي انا اسسته من الاول لاحظ كده شوف اهو الناس مستوعبة الكلام اللي انا بقوله ده انا كله بحاول اخلي الظل بتاعي في الصورة يبقى الظل واقعي واخد درجات الظل بيكون ليه درجات وزي ما تضق ليه درجات نحط هنا شباك عايزك وعايز حضرتك ايضا ترجو المرحلة اللي هي في وزعنا فيها الظل دي شوف الظل تعمل ازاي وازاي انا شايفه بعيني واقعي جدا والظل ده اظهر لي قوة الشمس الواقع على المبنى المبنى الكبير اللي في الخلف لاحظ شباك وهناك فوق بقى شباك اصغر ولاحظ العروق اللي انا بجيبها دي بجيبها بظهر الفرشة وبحط ظل كده اسفل الكورنيش اللي هو الدوران اهو بفرشة اهو تقريبا فرشة دي رقم واحد في الطاعم فرشة مدورة شوف شوف بزود قوة الظل هنا ازاي بنبدأ نظر السقف بتاعنا السقف ده معرض للضوء اكتر ولونه هيكون زاهي اكتر اهو بدأت الشغل في المبنى الامامي بعد ما حطيت الضل وشوف برضو بقولك شغال زي ما شغلنا في السقف الاول بتشغال في السقف التاني بفرشتين فرشة تحط الازرق كده والفرشة التانية تدمج الازرق مع الاحمر فرشة تحط الابيض الفرشة التانية تدمج الابيض مع الاحمر يبدأ يظهر لك المبنى اه او السقف اه بشكل واقعي جدا متوزع عليه تضق وتضل بطريقة رائعة عايزكم تجربوا جربوا بنفسكم الطريقة دي لانه بصراحة ازا ما شغلتش بالشكل ده مش هتقدر تطلع لوحة فيها الواقعية دي شايف بقى الشباك اللي فوق ده عايز اظهر او الباب ده عايز اظهر البلكونة بقى البلكونة ده تظهر ازاي بالظل اللي اسفل منها لاحظ لما حطيت الظل كده وبدمجه بصباع الصباعك هنا يشغل في الدمج على طول شغل الصباع ده في الدمج على طول بيساهل معاك وبيديك واقعية اكتر عايز اظهر الجزء المدور او البلكونة ده اجيب الابيض والشغل به لكن خلينا دلوقات شوف الدوران الدوران فيه الظل اهو الظل هنا الجزء اليمين من الشباك بيكون مظلل وجزء الشمال من الشباك بيكون مضيق وبعدتم كده لان فيه مجموعة من الاشجار خلف هذا الصور شوف الابيض ده بيبدأ ينور لك اللوحة كله اهو بننور بقى البلكونة من جهة اليمين وديه فرشة قلم مدورة رقم واحد بيكون معاك مجموعة من الفرش دي بيساعد معاك قوي في اعطاء هذه الملامح لاحظ توزع الضوء ازاي يبقى بنرمى ارضيات غمقى ونبدأ نفتح تدريجيا شايف شايف صبعك بالصبع كده وبتدمج الدمج بالصبع ده ده كده لو وصلت المراحلات انك تشغل صبع ايدك الصبع ده في الدمج كده اول باول في الحاجات البسيطة دي يبقى انت كده فنان يعني لاحظ شايف البلكونة هي بدأت تظهر والدوران بتاعها يظهر مبنى قديم حاجة مصنوم او مبني من الحجر فالجانب الهندسي فيه يعني باش فيه استقامة بنسبة 100% يعني لاحظ توزعك للضوء على السقف الفرشة هنا بتحط اللمسات اللمسات الضوء اللي هي النهائية في المبنى وطبعا هنرسم دوارة الرياح اللي هي عند نهاية البحيرة بشكل برضو رائع وسهل وجميل لكن خليكم معانا شوف بقى هنا بحط الضوء اقوى ضوء في المبنى شوف بظهر الضل انا هنا بظهر الضل شوف الضل تحس ان الضل بدأ يبقى قوي زي بعد ما دخلت الدخلة دي يريد تراجعوا لنص دقيقة دي يريد تراجعوها دخلة الابيض هنا شوف حوالين الضل ظهر لك قوة الضل بشكل غير مباشر واتمنى يكون طريقة الشرح واضحة قولوا ده في التعليقات شوف لمسات بسيطة جدا في توزيعك للضوء لانك انت خلاص بقى انت هنا بتفنش المبنى لاحظ شايفين ضربات الفرشة شايف صباعك بيعمل ايه شايف ضوء القوى جدا ده الفرشة يدوبك شعر الفرشة كده بيلامس اللوحة اهو بدأ يظهر المبنى معانا مبنى قديم معرض للشمس من جهة اليمين وهنا بنجيب لون السماء باللون الفتح اوي اللون السماء والفتح اوي عند خط الافق بنخف الاشجار دي اشجار دي مفروض بيعيدة بتكونش مرتفعة اوي كده بنزود الضوء عند خط الافق خلف دورة الرياح اللي احنا نعملها المبنى بالشكل ده اصبح بشكل فنش نهائي السماء لسه فيها مرحلة نهائية الاشجار المرتفعة دي شبه منتهية يبقى اصبح عندنا دورة الرياح طبعا هنا بنظهر الاشجار اللي هي خلف دورة الرياح اشجار باهتة جدا وبعيدة اوي وبناخد لون احمر مع اصفر درجة لون برتقالي كده غمقه شوف ومن على اليسار كده ويه بنبدأ نلون دورة الرياح واهم حاجة في الموضوع ده الحجم النكتراعي النسب المبنى ده مرتفع دورة الرياح دي مرتفعة تقريبا في الحقيقة هي اعلى من المباني اللي موجودة على يمين اللوحة ولكن لانها موجودة في مكان بعيد فبتاخد الحجم ده حجم صغير نبدأ نزود الضوء من جهة اليمين وندمج الاتنين مع بعض كده بشكل تدريجي الفرشة دي رقم اتنين فرشة مسطحة شوف بتوزع بيها الضوء والضل كده هنا بنقسس لدورة الرياح اهو الجزء الخشبي اللي هيبقى ماسك المروحة نفسها وشوف هنأمل المروحة ازاي بس الاول بخلص من المبنى بدي له ايه الضوء والضل بتاعه وبظهره على انه مبنى حجري قديم هنا بجيب الضوء الاول فيه اهو اللي هو المبنى نفسه اللي فوقيه دورة الرياح شوف خط افك كده وببدأ في الاضاءة بتاعته لاحظ درجات الغامقة دي بنجيبها منين من خلال الاحمر والازرق شباك بسيط هنا اهو بتتعامل بصباعك بالراحة خالص مع اللوحة بيساعدك كتير في الدمج ولو تعودت على كده خلاص هتشغل بيه على طول شوف بقى ازاي هنرسم المروحة نفسها خلي بقى ان انا هنا غيرت الفرشة جبت فرشة رقم واحد عشان اجيب بيها الرياش دي رياش المروحة او الدورة دورة الرياح اه الجزء اللي اعلى في الدورة الرياح من فوق مدبب خفيف وهنا بنزود الدوق قوي لاحظ بقى دي مرحلة الدوق اهي وبندمج كده من الغامق للفاتح من اليصال لليمين وبندي الدوق حتى الدوق اللي جاي على الرياش نفسها اهو بنحط له دوق خفيف بحيث يبدو امامك نفس اللون الماء بدورة الرياح من نفس الوان المبنى الحجري القديم اللي موجود على اليمين يعني هنا غيرنا الفرشة و جبنا فرشة كبيرة بنرسم بها الحشائش شوف بنفرش المساحات الخضراء ازاي بكل سهولة اللون الاصفر هنا بيشغل مع الاحمر والازرق الاصفر بيديك الضوء والاحمر والازرق بيديك الظل الفرشة دي فرشة انجلو قديما معايا قديلها فترة مقاسة ثلاثة ربع بوصة والبوصة في مقاسة الناس اللي بتسأل على البوصة البوصة مقاسة ما يقرب من اتنين سنت ونص يعني الفرشة اللي فيدي دي اقل من الصمت العرض بتاعها بتوزع الحشاش مساحات الخضراء بهذا الشاك شوف لغيت انا القارب اللي موجود على الشمال في التخطيط لغيته من اسفل وهحتفظ بالقارب القريب في اسفل المبنى في قارب موجود اسفل المبنى اهو ده هنزهره بتوزع الزلال في البحيرة بهذا الشكل تبدأ اللوحة تظهر معاك بشكل جميل جدا وراع شوف الظل جبته من اللون ايه ازرق واحمر تزود ازرق واحمر ابدأ يديك العتمة والظل ده كل درجات الالوان اللي في اللوحة اللي انت شايفها دي بتقدر تجيبهم من الاربع الوان الرئيسية اللي معانا الاحمر والازرق والاصفر والابيض اهو بنوزع الحشائش كده بنحاول نظهر حركة ايدك من اعلى الاسفل كده بتديك ان المبنى الحجر ده موجود في منطقة مرتفعة لأعلى يعني لفوق شوية عن البحيرة في انحضار كده ودي جزع الشجرة من اسفل بياخد اللون الاسود الغامق الشجرة دي المفهول ان هي قريبة الى حد ما فباخد حجم كبير لاحظ بالفرشة المشطوفة دي فرشة رقم 6 مشطوفة اهيه باخد لون ابيض مع سنة ازرق خفيفة وببدأ اوزع الضوء اللي ساقط على المية بتاع البحيرة بالشكل ده لكن المية من جهة اليمين هكون غامقة شوية ازالك اخد سنة ازرق شوف سنة الازرق اللي انا اخدها دلوقت هقفل بيع المية نحية اليمين ايوه هنا على يصار المبنى ببشرطا اهو لازم تراعي الكلام ده في الرسم بتاعك بندمج بخطوط افقية بهذا الشكل بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبفرشة الم رقم 2 فرشة مدورة ببدأ الون الارب باللون البني الغامق هكذا وطبعا ما ننساش ان احنا نحط ضوء المبنى او انعكاس المبنى في الماء البحيرة ودورت الرياح البعيدة دي ايضا هتنعكس لازم نظهر خيالها في او انعكاسها في الماء لاحظ الدقيقة المتبقية دي او ما يقرب من دقيقة ونصف دي مهمة جدا في اللمسات او الفينيش اللي بتحطوا فيه اللوحة اتمنى من اصدقائي واخواني واخواتي متابعين ومتابعات القناة ان ما يبخلوش علينا بلايك اسفل الفيديو او حضرتك لحد الان ما حطتش لايك اسفل الفيديو اتمنى ان حضرتك تتكرم وتضع لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر واشتراك في القناة وبأكد على تفعيلك لزر الجرس علشان يجيلك اشعار بالفيديو الجديد شوف ازاي بنعمل انعكاس القارب بكل سهولة ودايما في كل فيديو بقول لحضراتكم انتبهوا لشاشة النهاية هنا ركز بقى شوف الانعكاس بيجي ازاي بتحط الابيض تحت الابيض والغامق تحت الغامق وتدمج بيدك بهذا الشكل بقول انتبهوا لشاشة النهاية لاني بحطوكم فيديو في شاشة النهاية للناس اللي منكن تكون محتاجة لهذا الفيديو تدخل من خلال شاشة النهاية على فيديو اخر في الانعكاس بتحط اللون الغامق تحت الغامق والفاتح تحت الفاتح وتدمج الاثنين مع بعض بيطلع معاك انعكاس اللوحة بشكل بسيط وسهل جدا فيديو جميل وصورة حلوة اتمنى من الجميع انهم ينفزوا ده حضرتك لما تشوف الصورة في البداية تعتقد انها صعبة ولكن لما تمشي مع التفاصيل الفيديو والخطوات واحدة واحدة اكيد هتحقق نتيجة عالية جدا اتمنى التوفيق للجميع واشوفكو على خير في فيديو جديد طبعا شايف الانعكاس وحالة الدم جديد دايما كلها خطوط افقية اشوفكو على خير في فيديو جديد اخوكو محمد عبدو من جمهورية مصر العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة